تقنية الفار هي تقنية جديدة تستعمل في كرة القدم لكي نتأكد من ان الحكم مغلطش او من كي يكون الحكم ما متأكدش من شي حاله يستعين بمساعدة الفار لكن هذا الفار لا يقتصر على كرة القدم فالفار شد مرة اخرى وكالة الانباء الجزائرية المعروفة بالوكالة الدوبابية او بوكالة صرف صحي وكيفما تقول الجرارة حكمكم الفار هي وكالة الزيغو وكالة الصرف الصحي كيفما ولفت دائما تكذب ثم تكذب ثم تكذب مرة اخرى تكذب على المغرب وتصف المغرب كما العادة بالمواصفات الجزائرية هذه دائما اخوتي المغربة تبقى وقت ما عاركم شي جزائري او الاعلام جزائري او شي مسؤول جزائري عرفوا رأي تقدر على الجزائر وتقدر على رأسه وكالة الصرف الصحي درت منشور في صورة دور الصافح ودرت هاشتاغ المغرب القحط والرقود العنوان العريض للمرحلة السياسية مع حكومة اخ النوش واذا هو العنوان دي الحكومة عبد المجيد تكذبون اكيد وانا تنقرأ لكم عنوان منشور شدتكم بالضحكة خاصة الناس المتبعين هذه القناة من شحال هذه لان المصطلحات المستعملة في وكالة انباء الكيان الجزائري هي مصطلحات كنت تستعملها حصريا في هذه القناة هذه فمثلا نظرا للفقر المدقع التي تعيشه الجزائر والجزائريون المغبونون فانا كنت كنوصفهم بالدولة الكحطية اللي جاية من القحط وحصريا ايضا كنت نقول انهم ما تعيشوش دائما استقرار في الجزائر بل كيعيشوا روكود وخاصة فاش كتكن رد على الرئيس ديالهم او على اي مسئول كيوصف الدولة بانها مهددة في الاستقرار دياله وكتنقول اليوم تمركم كتنعيشو روكود ماشي الاستقرار اذا بكل بطاطا من هنا نستنتج ان كلامنا على حق وان رئيس الجزائر والاركان وكل مسؤولين والصحفيين ووكالة الصرف الصحي وكل جرارة كيتبع اليوتيوبرز والفيسبوكيون المغاربة وحتى الناس ديال تويتر رعيب وعار كيان يعتبره نفسه دولة من تبع اليوتيوبرز والتعاليق ديال المغاربة والمصطلحات ديال المغاربة واستكذبون دير دير شي لايك قبل ما تخرج من هذا الفيديو رأي ذاك الشي لاشكذبون تقول لهم في اللقاءات دياله المغرب تهاجمنا وكيسبنا ونحن كنا كنا نستغربه هو في حقيقة الامر تقدر على مواقع التواصل الاجتماعية وتعتبرهم هم المسؤولين على المملكة المغربية يعني لو عيرو شي يوتيوبر او لانتاقد يوتيوبر سياسة دياله فهو كيعتبره انه مسؤول مغربي كنتاقد الجزائر وهذه في حداته ايهانة لأي جزائري ان بلاده مدابزة مع البطاطا واليوتيوبرز وكتعاطة مع اليوتيوبرز وشكاها هذه صدفة تستعمل وكانت صرف الصحيحين مصطلحين كنتستعملهم هنا حصريا في القناة الكحطية والركود كنت تستعمل شي مصطلح واحد كنا نقوله مصادفة ولكن تستعملهم بجوجبات طريقة فهذا كدل على انكم تبعيننا رسميناكم دورة القحط لانكم كتعيشوا الفقر والطوابع وما قادرينش تجلبوا السيارات وكتطلبوا الاموال من رجال الاعمال داخليا وحالتكم موزرية والبنك الدولي اكد الكلام ديالنا انكم غاديين نيشانوا بسرعة للحيط اما فيما يخص مصطلح الركود فهذا مصطلح صحيح جدا لانكم معمركم مشتو اي نوع من الاستقرار منذ النشأة الكيان الجزائري الجديد من 1962 من هذه السنة انتم معروفين بالانقلابات تغسية لمرحوم بوضياف على الهواء العشرية السوداء الحكم الجود تثبت في الاقوص سرعة بين الاجنحة داخل الجيش وزيد وزيد اكشل اسمينكم جزائر تعيشوا ركودا لانكم معمركم تدوقتم ماداق الاستقرار احكمكم الظار احكمها خائبة شديد توقيت طيين هي دولة القحط الجزائرية ودولة الركود الجزائرية التي تعيش الركود على كل مستويات والفضيحة ما حبساتش هنا الوعرة ان الظار اللي شدكم في المصطلحين ذي الركود والقحط شدكم ايضا في الصورة اللي انشرته لانها صورة من المغرب اي واحد ادخل لجوجل ودر البحث بالصور وحطت الصورة اللي نشرينها في الموقع ديالوج سيخرجوا لي في البحث لان الصورة هي من الجزائر وتحديدا هذا الدور الصافح او بيدون فيل كيفما تسمي انتوما كينحدث كالحديدية في شارع سيدي عمار في سيدي بالعباس اللي كنذكره لانه سيدي بالعباس كينه في قلب الجزائر يعني انتو مواخدين صورة من قلب العاصمة الجزائرية وكتنسبوها للمغرب وفار هذا وش من فار وفار مضخم هذا حكمكم قطيين في جوجة الفضائح عالمية وكالة انباء واصلة لهذا المستوى المنحط وكتخذ صور من الجزائر وكتنسبوها للمغرب والالاف من المرات تخذت صور لاصواق وصور جميلة من المغرب والمشارع من المغرب والطرق من المغرب ونسبة الجزائر يعني الخيب ديالهم هو ديالنا والزوين ديالنا هو ديالهم يعني كتر من هذا الواقع هذه وكانت الانباء الجزائرية المهندية لا هي صارقة ما هو وزوين في المغرب ونسبوه للجزائر وتلفيق ما هو خيب في الجزائر الى المغرب راكين الكريانات كيفما كان سميه محناية في المغرب والحمد لله الحكومة السابقة وحتى الحالية غادين في محاربة ظاهرة دور الصافح اللي معمرة كانت تعيب وكاينة بزاف دي المدن العالمية غير كل واحد كيفاش كي سميها والمحاربة دور الصافح صعيبة لانك كتحارب مثلا واحد المنطقة في دور الصافح كتدوز واحد شهر ولا شهرين كتلقعوا ثاني ناس خرين جاءوا لذلك المنطقة وداروا البرارك ديالهم يعني الناس كان بعض الناس اللي كانوا مضطرين انهم يعيشوا في ذلك الحالة وكان الناس خرين للهدف ديالهم هو الاستفادة ولكن الحكومة غادية في مصر محاربة دور الصافح ولكن العيب العار هي تكون صورة جزائرية من قلب عاصمة الجزائر وتنسبوها للمغرب هي على حسابكم دابا رئيس حكومة المغرب السيئة خنوش في شلف محاربة دور الصافح في الجزائر العاصمة يعني انتم كتعنوا رسميا بولاءكم للمملكة المغربية وانكم ككيان راكم تابعين للرئيس الحكومة في المملكة المغربية الشريفة ومع ذلك كمغربي مشرفني ان السيئة خنوش يكون تحكم فيكم انتم كيان مريض مهووس بالمغرب والمغاربة راكم وصلتوا للقاعة الناس واش كتعرفوا عواقبة اللي كتديروا وكالة الانباء في اي دولة في العالم كتكون هي مصدر الاخبار الموتوقة والصحيحة يعني القنوات وجرائد كي ياخدوها مصدر للاخبار ديالهم وانتم في الجزائر وكالة الانباء الجزائرية عبارة عن دبابة الكترونية ضخمة وهي مصدر كل اكاديب والتزوير المنشور في الانترنت وفي الاذاعات وفي الصحف وفي القنوات الجزائرية دبابة لكانت وكالة انباءكم بهذا المستوى المنحط والفاضيع كيفاش غيكون الصفحات ديالكم على الفيسبوك وكيفاش غيكون المستوى ديالهم مقارنة مع وكالة الصرف الصحي ديالكم وكالة انباء الجزائر كيت تخسر عليها اكثر من مليار دولار سنويا وعاجزتكم في مستوى اصغر قناة مغربية تدافع على الوطن قنواتنا يجرر وهي قنوات ديال المواطنين عاديين جدا لا علاقة لنا لا من قريب ولا من بعيد بالدولة المغربية ولم يكن تكلموش بلسانها ومعد نحتى شي علاقة لب المخابرات لب الحكومة لب وزارة الداخلية لب تش يحدد وتمويل القنوات كي يجي من عائدة الادسنس او اليوتيوب وبالزاف المرات يكون تمويل شخصي وحتى الدكاترة ديالنا اللي كنا في اليوتيوب قنواتهم ممولة من عندهم او من اليوتيوب او من عائدة اليوتيوب ولا علاقة لهم لا بالمخزن او المخابرات او الدولة المغربية وبغيت نفتح قوصين بالنسبة لهذه النقطة ديال عائدة اليوتيوب هذه ليست عبرة اكبر القنوات مثلا قناة الجزيرة المملكة من قطر لي اغنى الدول في العالم ومفعلين خاصية الادسنس وكربحهم من عائدة اليوتيوب فاذا كانت الجزيرة بالامكانيات ديالة المالية الكبيرة محتاجة لعائدة اليوتيوب فما بالك بيوتيوبر عادي مواطن مغربي عادي او دكتور مغربي عنده قناة في اليوتيوب هذا امر من المسلمات عادي وعادي جدا راكل قنوات الجزائر مثلا اللي عندهم احتموا ميزانيات ضخمة يفعلون خاصية العائدة اليوتيوب بما فيهم ذو كانت الصرف الصحي المهم هو المحتوى والمستقية ديال الخبر يعني عندنا قنوات يوتيوبية بسيطة جدا وبإمكانية شخصية محدودة جدا وعندها الخبر وعندها المستقية حسن من الوكالة الكيان الجزائري وانتوما يمكن الخين متبعين وكتبنيوا القرارات لكم على ما يجري في مواقع التواصل الاجتماعي في المغرب انا بل يحتاد المصطلح الكيان ممكن تستحقون انتوما عبارة على عصابة حي كتبع المخدرات والسلاح وكتبع الارهاب للحي الذي تتحكم فيه صورة معي المغربة لاماب او وكالة الانباء المغربية تاخد صورة من المغرب وتنسبها للجزائر ناري مين عاود ليكمش الجرار واقش غيديروا غيديروا حفلة ويبقوا تتكلموا عليها شهرين حيث وكالة الانباء المغربية وكالة تحترموا نفسها عكس وكالة الصرف الصحي الجزائري بطبيعة الحال البشر غير معصومون من الخطأ كل واحد يقدر يخطأ وكالة الانباء المغربية تقدر تخطأ وكالة الانباء الفرنسية تقدر تخطأ اي واحد يقدر يدير خطأ ولكن توماركم تخطأوا 7-8 المرات ولعشرات المرات كل نهار وكل نهار تدروا على المغرب وكتلفقوا للأكاديم وكتاخدوا صور من الجزائر مهينة تلفقوا على المغرب وصور جميلة من المغرب تلفقوا على الجزائر الاسرار على الباطل هو جورتومة من جراتيم الاستكبار وانتوما تعتبروا رأسكم احسن شعوب وما تتقبلوش ان تذكروا رفضائع او رفضائح مهينة للشعب الجزائري اولا من المفروض كنتو عقالة كنتو توقفوا على هذه الصريقة من الحالة من 1975 وتوقفوا على هذه الحيطة خاصة في الاذاعة الرسمية القنوات الرسمية ووكالة الصرف الصحي من المفروض هذه القنوات كنتو الجزائر شعبا وحكومة ولكن نحن متأكدين انكم مراد نفسيا ومتكبرون وستمروا في نفس الطريقة ونفضحكم لانكم لم تشوفوش الفضائح ولم تتقبلوش الانتقاد وانتوما كان شادش اللي قلت لكم صحيح فانتوما تعتبروا اذا الشعب الجزائري شعب مكلخ شعب غبي لا يعرفوا كيف يتأكد من الخبر والمعلومة حتى باستعمال انترنت في 2022 وهذا شيء اشد من ذلك الشي اللي قلت لكم في اللون الاستمرار بنفس الطريقة في نشر هذه الفضائح التي تشوي سمعة الجزائريين هو اما مرض نفسي دين المتكبرين بحالكم اما قصدين بها تشوي الجزائريين عالميا وتفضحوهم امام الشعوب وتردوهم مسخرة كما تقول المصريين كده حكوا عن الناس اشهد الرخص سلسلة والتي تفضلها لمدبزين غير مع اليوتيوبرز والفيسبوكيون وحتى تويتريون ومعلقون من المواطني المغاربة وخاوكا كنتم بامكانياتكم الضخمة فشلت ضدنا ورضيناكم ما زالا وأضحوك العالم باسره تضحك على الغاباء ديلكم ولا الامراض ديلكم النفسية ولا الفشل ديلكم المهني في الصحافة الفضيع جدا وصداقة ما نقال المغرب خدام تحارب دور الصافح والجزائر بوك وكلام ما تنسوش اخوتي تساعدوني على نشر الفيديو باش يوصل لباقي المشاركين في القناة فضلا وليس امرا واللي مدرج لايك من الاخر خاصوا يعرف ان شنقريحة قد منعه شكرا على دعمكم موس سامير كان معكم حاتم المرابط السلام عليكم اشتركوا في القناة